فيما يخص بقى انه بقى عندنا لعيب مصري اسمه محمد صلاح بقى بيتدرس فاكبر جامعة في العالم ايه رأيك بصها كريم احنا هنا في يوم من الايام قلنا انه القوة الناعمة الرياضية الاولى والكبرى في تاريخ مصر الكروي هو محمد صلاح ده مفيش مجل الشك يعني ايه قوة ناعمة عشان نبسط الناس واش كلام نكالكع يعني بنتكلم على اللعيب اللي بيخلي دايما اسمه مصري بيتقال في الاوساط الرياضية في العالم كله محمد صلاح المصري دايما مقترن به انه محمد صلاح المصري طول الوقت فاللي عمله محمد صلاح مش ليه بس كمحمد صلاح ووصل النهاردة بنتكلم على باحث مصري بيدرس ادارة العمل بيزنس ادمنستراشن بجامعة هارفرت واحدة من كبرى الجامعات في العالم والراجل عمل البحس بتاعه او الورقة البحثية بيسميه ورقة بحثية عن محمد صلاح فيما يتعيلك ايه علاقة بيزنس ادمستراشن بمحمد صلاح هو بيدرس على العملية التفاوضية اللي كانت ما بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس مع إدارة ليفر بول في 2022 فيما يتعلق بمهارات المفاوضات فيما يتعلق بكيفية إدارة الأعمال بتاعة اللاعب فهنا هو خد الفجر خد الإسم خد المثال اللي يقدر يشتغل عليه ويشتغل فيه بما له من علاقة بما يدرسه الطلبة هناك وفيما يتعلق بالأمر محمد صلاح يمكن نشر ورقة واحدة لكن الورقة البحثية يقال عليها كده هي بتبقى أكثر ورقة لكن الورقة البحثية هي أكتر من 20 ورقة هتتعرض على كل الطلاب اللي موجودين في جامعة هارفرت فيما يتعلق بالموديل ده من المفاوضات ما بين وكيل محمد صلاح ومحمد صلاح وإدارة نادي ليفر بول خاصة أنا كانت مفاوضات متعثرة جداً علماً أنه لأول مرة في التاريخ أنه يتم تدريس مفاوضات لاعب في الجامعة في كلية إدارة أعمال عشان هي كانت حاجة استثناء اليوم كما بتكلموا على فكرة أنه إزاي صلاح معدل 30 سنة وإزاي صلاح بيعالي ذاتب بتاعه وإزاي صلاح متبسكين به وإزاي صلاح كان في النقطة كوة يعني فيها تفاصيل مهمة جداً وهي حاجة استثناء في تاريخ محمد صلاح عندك رأيش لا صلاح في الأول وفي الآخر هو فقر كبير لينا وبالتأكيد